ربنا ضد العنف والعنف بسبب اللعنة وهذا المجتمع وهذا العصر عم بيتميز بالعنف مش بس العنف الحروب اللي بنسمع والقتل يعني عنا فيه ظاهرة حاليا في في الجليل يعني عصبات المافيا والقتل بشكل يومي على أساس الأتاوى أو الخاوى يعني عاوزين كل إشي ببلاش والناس عم تقتل والأبرياء عم تقتل وما كأنه يعني أصعب وأخطر شيء لما بيكون فيه غياب العدالة وغياب القانون والكتاب المقدس يعلم بسفر الأمثال إصحاح 17 واسمعك كويس هذا رأيي إلهي مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكرهة الرب وإحنا اليوم صارت السوشال ميديا أكره أو أكفر فلان أو أزنب فلان أو أبرق فلان بدون ما أتبع النظام الكتابي أو الحكم الكتابي في هذا الموضوع وعلى الطرفين أشرار على كل الأطراف بصراحة أيضا آية تانية في سفر الجامعة إصحاح 5 والآية 8 مكتوب إن رأيت ظلم الفقير ونزع الحق والعدل في البلاد فلا ترتع من الأمر لأن فوق العالي عاليا يلاحظ والأعلى فوقهما في رب شايف عدالة الأرض يعني بقولك كيف أن الله موجود وقال له كيف تفسر كل هذه عدالة الأرض والناس المظلومة في الأرض إذا ما فيش عدالة في السماء مين اللي بدي يأخذ حقي ومين اللي بدي يدافع عني ومين اللي بدي حامي عني ومين اللي بدي عاقب ومين اللي بدي دين الله وحده هيا واحدة من الأسباب ودليل مهم على وجود الله طبعا في أدلة كثيرة وطبعا هذا العدل هو واحد من الأدلة القوية جدا على الأرض اشتركوا في القناة